أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول الصديقة فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لها والخدمات الجوية بين الأقاليم والتعاون الفني العسكري كذلك تم التصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتصديق على اتفاقية التعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب بين الدولة ومكتب الشرطة الأوروبية وأخرى مع جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في مدينة لاغوس كذلك بتعيين الشيخ أحمد علي المعلى عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيرا للدولة لدى جمهورية سريلانكا وتكليف سعادة عبدالله خلفان الرميثي القيام بمهام سفير الدولة لدى مملكة النروج ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله المنصب